اشتركوا في القناة مرحبا وسهلا بكم في قناتي اذا لم اعملتوا سبسكرايب بهاي القناة اعملوا الآن فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح السلام عليكم يعطيكم العافية ومرحبا وسلام للجميع طبعا قناتي هاي احاول اني احط فيها كل ما يفيدكم معلش الفترة هاي في فيديوهات كثير وانا عارف لانه الموضوع شوي حامي والناس كتير عم تسألوا عم نحاول نحط معلومات صادقة والمعلومات المهمة للجميع وانتو عارفين اللي عم بيصيبوا العالم واحنا جالسين في البيت فأقلت انا دايما اشارككو في المعلومات اول باول طبعا اذا انتم مش مشتركين فيها القناة اشتركوا فعلوا جرس التنبيهات وشاركوا اي فيديو بتشوفوه مهمة اصدقائك واحباكو لانه هدفنا الاول والاخير هو انو نصل المعلومة الصحيحة للجميع انتشر قبل يومين انا كنت بعمل فولنتير بساعد الناس بنحاول انو نجبي لهم الاكل والادوية خاصة كبار السن والمرضى من السوق انتشر قبل يومين صورة الي اكتشفتها بالصدفة انا عم بتسوق واحد حاطتها الماسك اللي انا عامل طبعا هذا الماسك هو عبارة عن انتاج شخصي انا حاولت اني او بطريقة او فكرة شخصية اذا انتم ما شفتوه هذا هو الماسك هو عبارة عن ماسك لكل الوجه العينين الانف والفم اجن الفيروس ممكن يدخل من هون ويدخل للوجه لكن هاي بطريقة او بخرة بتحميك من مسك وجهك وهذا هو المشكل الكبرى اذا لمست هذا الفيروس بايدك وبعدين لمست وجهك فالمشكل الكبرى فهذا شوية حامي خاصة اذا اجي الرداد من الامام مباشرة ومعظم الاطباء في القطاع الطبي الان عم بحاولوا انهم يلبسوا فاشيال شيلد او ماسك للوجه وشفتوه يمكن في كتير اماكن لانه بحمي العينين والانف والفم طبعا الافضل هذا تلبسوا ويكون تحته ماسك بحميك نهائيا من الموضوع طريقة عمله سهلة جدا زي ما انتم شايفين هذا كليب عادي وهذا الورق اللي بنحط فيه انا حطوه ب بس ممكن تستخدموه تقسموها وتسووها واحدة واحدة اللي هو الورق اللي بنحط فيه الورق العادي او حافظ الورق وهذه نضارة عادية بلاستيكية من اللي بيبعوها في الاسواق او بوزعوها مجانا حتى شلت العدسات اللي موجودة هون وزي ما انتم شايفين تنيتها بهاي الطريقة وحطيت الكليب هون يعني موضوع سهل جدا اي ولد ممكن يسويها بدكش يكون واحد عالم طبعا ليش حطيت الكليب انا عشان طبعا هاي ممكن تغسلها بالماء والصابون بس ترجع بس بعد فترة لانه هاي بلاستيك راح تتشحبر او تتخربش او تتطعج او تتكسر لازم تغيرها فعشان هيك انا ما لزقت هذا ممكن تلزقه لفترة وبعدين تشيله وطريقة لبسها سهلة جدا اهم شيء ما تلبس تلمس الماسك من الخارج وشلحها نفس الطريقة فهاي طريقة عمل الماسك اذا انتم شايفين انه فيها خير لأحد الرجاء انكم تعملوا شير لهذا الفيديو ممكن يستفيد منه ويدعي لكم ويدعينا ارجع احكي انه هذا الماسك ليس كافي 100% للوقاية من الفيروس لكن يخفف كثيرا خاصة اذا بتطلع برا وبتحاول انك تتواصل مع الناس اكيد رح يخفف من حصولك على الفيروس الافضل انك تلبس كمامة تحته وبعدين تلبسه الطواطم الطبية انا بعرف في واحد طبيب الان ما عندهم ماسك عم بلبس نفس الماسك اخد الطريقة حكيت له عنها واخدها وانا حكيتها في فيديو فيها تابقه بس حبيت اركز على هذا الماسك بالفيديو هذا والله يشفيكو ويعافيكو ويخليكو دايما بصحة وسلامة وكونوا من خيرة الناس ان شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر